أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن رعاية الفائقة التي يحظى بها الشباب البحريني من لودني جلالة الملك المفدى ساهمت في دعم الإبداع والتمييز وريادة للشباب البحريني وجعلته يساهم في إبراز الابتكارات والإنجازات الشبابية التي تخدم المملكة وبيّن سموه أن اهتماما ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤكد الحرص الدائم على دعم الشباب البحريني واعتباره جزءا لا يتجزأ من صياغة المستقبل للمملكة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن شكره وتقديره إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإقرار مجلس الوزراء يوم الخامس والعشرين من مارس من كل عام يوما للشباب البحريني معكدا سموه أن هذا القرار يعد تكريما للمبدعين والمتميزين من الشباب البحريني ويمثل اعترافا وطنيا بدور الشباب البحريني في النهضة الشاملة للمملكة وصياغة مفردات التطور لها وأوضح سموه أن الشباب البحريني يستحق أن يكون له يوما للتكريم لما حققه من إنجازات تعكس روح الإصرار والتحدي في مختلف المجالات ولعب دور بارز ومؤثر على أرض الواقع في صياغة وبلورة مفاهيم التنمية في المملكة وما زال يعمل بكل عزم من أجل الوصول إليها والارتقاء بالمملكة في مختلف المجالات وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين سجلت نموذجا شبابيا فريدا على المستويين الإقليمي والعالمي طوال الفترة الماضية تماشيا مع الرؤية الملكية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى واهتمام سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبينا سموه وحرصه الدائم على مواصلة دعم الشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم في مختلف الجوانب منها العلمية والعملية والمعرفية والتدريبية للتمكن من الإسهام في تطوير الجوانب التنموية في المملكة اشتركوا في القناة